أعلنت قوات الشرطة الاتحادية حصيلة عمليات دهم وتفتيش نفذتها في 13 قرية ومنطقة في كاركوك وقالت القوة في بيان لها أن العملية أسفرت عن رفع 42 عبوة ناسفة في منطقة كديلا وضبط 6 عجلات لا تحمل أوراق ثبوتية بعد أن تم نصب سيطرة المفاجئة والعثور على ثلاثة صواريخ نوع الجهنم وقذفتين مدفعية كما عثرت القوات على كتس للعتاد في منطقة حماد رومي يضم 35 قنبرة هاوا وصوائق وحشوات دافعة